بكم إلى العراقية السورية مستقبل الرئيس بشار الأسد خط أحمر في جينيف 2 هذا ما أكدته معلومات خاصة للميادين شددت على أن أي حل يجب أن لا يستثني الرئيس الأسد فهو باق ويحق له الترشح للانتخابات الرئاسية المعلومات التي حصلت عليها الميادين سنعرضها مفصلة في سياق النشرة وهي تتضمن ما ستشهده الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جينيف 2 وأبرز عنوين النقاشات وأدوار الأطراف المشاركين وكيف سيكون عليه دور إيران المغيبة رسميا عن المؤتمر حتى الآن فيما وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يرحب بحضورها مشترطا موافقتها على نتائج جينيف 1 والملامح الأساسية للمؤتمر الذي بات في حكم المؤكد عقده في موعده يوم الثاني والعشرين من الجاري كانت خلاصة محادثات كيري ونظيره الروسي سرغيل افروف في باريس حيث وضع لمسات الأعدادية الأخيرة للمؤتمر الطرفان توفق على أهمية وقف إطلاق النار فيما شدد لافروف على أن مكافحة الأرهاب ستكون العنوان الأساسي في جينيف 2 المساران السياسي والعسكري للملف السوري سنتابعهما في القسم الأول من النشرة وخصوصا ما يسجله الجيش السوري من تقدم في حلب وما آلت إليه الصراعات بين داعش والجبهة الإسلامية في الرقة أما في الشأن العراقي فنتابع التطورات الأمنية في الأنبار فضلا عن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بغداد تأكيد الملكي رفض التحاور مع الإرهاب رفض معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقدشي تصريحات رئيس الأمريكي باراك أوباما التي تتحدث عن تفكيك قسم من البنى التحتية للبرنامج النووي الإيراني عرقدشي رأى أن استخدام كلمة تفكيك استغلال سيء للكلمة مؤكدا أنه لن يحصل أي تفكيك للبرنامج النووي الإيراني المفاوض الإيراني قال أن إيران ستتوقف عن إكمال المفاوضات واتفاق جونيف في حال فرض عقوبات جديدة زار رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني فؤاد السنيورة رئيس مجلس النواب نبيه بري لتبحث معه بشأن تأليف الحكومة اللبنانية وعقب اللقاء أكد السنيورة أن هناك تقدما على مسار الحوار نحو تأليف الحكومة سنتابع التشاور وأننا إن شاء الله نتقدم على المسارات الصحيحة قتل سبعة عناصر من جماعة أنصار بيت المقدس في أحدى قرى مدينة الشيخ زويد بمحافظة سيناء المصرية بنيران مسلحين من البدو قتل أبناؤهم على يد هذه الجماعة بحجة مسندتهم للجيش المصري بحسب مراسل الميادين وفي المدينة نفسها أفاد مصدر عسكري بجرح أربعة مسلحين متشددين بانفجار عبوة ناسفة كانوا يحاولون زرعها على طريق تسلكها آليات الجيش أعلن حزب مصر اللقوية بزعامة عبد المنعم أبو الفتوح مقاطعته الاستفتاء على الدستور يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الهيئة العلية للانتخابات أن أكثر من مائة ألف مصري أدلوا بأصواتهم في الخارج من إجمالي 681 ألفا تسجلوا بياناتهم للتصويت المصدر نفسه أكد أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة في الدول العربية يستمر جيش جنوب السودان في محاولاته لاستعادة مدينة بور الاستراتيجية من مسلحين تابعين لنائب الرئيس السابق ريك مشار ناطق رسمي أشار إلى وقوع مسلحين في كمين أمس على بعد 20 كم من العاصمة جوبا فيما أشار أنصار مشار إلى تدمير قوتين من الجيش حاولت التقدم نحو مواقعهم في باريس كانت الحركة الأهم لوزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية لمؤتمر جنيف 2 الوزير الروسي وضع عنوانا أساسيا للمؤتمر وهو مكافحة الإرهاب فيما شدد نظيره كيري على ضرورة وقف إطلاق النار وعلى دور إيران لكن قبل الدخول في تفاصيل حركة كيري لافروف نتوقف مع المعلومات الخاصة للميادين عما ستتضمنه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وخصوصا حول مستقبل الرئيس بشار الأسد الذي بات خطا أحمر الرئيس السوري بشار الأسد باق حتى نهاية ولايته له الحق في الترشح لولاية رئاسية جديدة والشعب السوري هو من يقرر خياراته خطوط حمراء أعادت طهران التذكير بها استباقا لانعقاد مؤتمر جنيف 2 أبلغتها إيران لروسيا ومن البديهي أنها وصلت إلى من يهمه الأمر في واشنطن بحسب مصادر خاصة بالميادين المصادر أكدت أن إيران ليست معنية بحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بل باجتماعات بعيدة عن الأضواء للخبراء الروسي والأمريكيين والسوريين تقول المصادر أن طهران أبلغت موسكو وواشنطن رسميا أن أي اتفاق بينهما على سوريا من دون موافقتها سيكون غير قابل للتنفيذ إذن الاجتماعات المهمة ليست في افتتاح المؤتمر حيث ستكون لكل وفد كلمة مدتها 5 دقائق تليها اجتماعات بين وفدين نظام والمعارضة السوريين برعاية المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي بل إن المهمة هو اجتماعات الخبراء التي ستبحث بحسب المصادر سياسات سوريا الخارجية والدفاعية والأمنية وهوية نظام سوريا وعلاقاتها إيران لن تشارك في الجلسات الافتتاحية لا يعنيها هذا الأمر أصلا بقدر ما تهمها المشاركة في اجتماعات الخبراء وهو ما تتحفظ عليه واشنطن تفيد المصادر بأن الروس لم يتمكن من إقناع الأمريكيين بقدرة موسكو على أداء دور الضامن لأي اتفاق مع أمريكا إذا حضرت إيران الاجتماعات وفي المقابل تريد واشنطن صفقة كاملة مع طهران يعد الوضع في سوريا أحد بنودها لكن المرشد الإيراني علي خمينئي يشترط تأكيد واشنطن جديتها في تطبيق الاتفاقات وأبرزها اتفاق جينيفا النووي قبل النظري في ملفات أخرى دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري دعا إلى إنجاز الحل في وقت لا تزال فيه المؤسسات السورية قائمة كيري لفت في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجيلا فروف في باريس إلى أن الإرهابيين الموجودين في سوريا يعقدون الأزمة نقل كيري عن نظيره الروسي استعداد السلطة للقيام ببعض الإجراءات الإنسانية روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق بشأن الكثير من النقاط العالقة وفي رأينا أنه ما من حل عسكري للنزاع في سوريا نحن نشدد على أن تجتمع كل الأطراف في سوريا لوضع حد للنزاع كما أننا اتفقنا على ضرورة وقف إطلاق النار في مناطق معينة بسوريا مثل حلب لقد حان الوقت ليرسم الشعب السوري مستقبله أما لافروف فقد شدد على ضرورة أن تكون أولوية مؤتمر جينيف 2 لمكافحة الإرهاب من الضروري أن نستمع إلى صوت إيران أنا مقتنع تماما بأن القضية السورية هامة بقدر الملف النووي الإيراني من ناحية المعارضة فهي باتت مجزأة هناك إرهابيون كثريتون إلى سوريا وحيث نتكلم عن حاجة لوقف إطلاق النار فيجب الحديث عن توفير حاجات إنسانية لا نريد وقفا لإطلاق النار يستفيد منه الإرهابيون أعلن رياض حداد السفير السوري في موسكو أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو قبل انعقاد مؤتمر جينيف مصدر سوري رجح وصول المعلم على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الروسية الخميس المقبل وإلى موسكو يتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الخميس إلى موسكو أيضا للقاء نظيره الروسي سيرجيلا فروف والرئيس فلاديمير بوتينوف وفق ما أعلن السفير الإيراني في موسكو واليوم دعا ضريف إلى التكاتف إقليميا ودوليا لمواجهة الإرهاب ضريف التقى الرئيس اللبناني مشيل سليمان قبل اجتماعه مع رئيس البرلمان ونواب في قوى الرابع عشر من أذار وخلال تفقده أضرحة شهداء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت أشار ضريف إلى أن ما سماه الفكرة التكفيرية الإرهابي لا يفرق بين إيراني ولبناني وسوري وسعودي الإرهاب والتطرف والتكفير لا يفرقون بين إيراني أو لبناني أو سوري أو سعودي ونحن كلنا ضحايا هذا الفكر والإسلام يتبرأ من هذا الفكر الظلامي نتوجه من هذه الروضة إلى كل العالم الإسلامي بنداء للتصدي للتكفير والتطرف والإرهاب ضريف كان قد أكد في مستهل زيارته بيروت أن الحل في سوريا سياسي أتمنى على المشاركين في جنيف 2 أن لا يفتح المجال أمام المواقف التي من شأنها تعقيد هذا الحل فإذا وجهت لنا دعوة غير مشروطة مسبقا سوف نشارك في أعمال هذا المؤتمر ولكن بالمقابل نحن لا نسعى إلى تلقي مثل هذه الدعوة ومن إسطنبول ينضم إلينا رئيس طيار بناء الدولة السورية لؤي حسين أهلا بك سيد الكريم المعلومات للميادين أشارت بأن مناقشات جنيف 2 لن تتطرق إلى المصير الأسد وتحدثت هذه المعلومات الخاصة عن خطوط حمراء بالأمس أيضا كان هناك اجتماع للمعارضة السورية وأكدوا فيها على أن اجتماع جنيف 2 يجب أن يفضي إلى رحيل الأسد ما مؤشر ذلك هذا التناقض وما مؤشر هذه المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الميادين سنادا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم سيد كيري وسيد لافروف إضافة لسيد الإبراهيمي لا نرى أن مؤتمر جنيف 2 سيتطرق إلى العديد من النقاط الرئيسية في حل الأزمة السورية بل يمكن أن أقول أن وفق ما سمعناه منهم أنه لن يفضي إلا على جمع الطرفين أي النظام والإئتلاف على طاولة المفاوضات والحوار وبمعنى ما أن كل الآمال التي علاقها السوريون على جنيف 2 لن تأتي من هذا المؤتمر الذي سيعقد منه في 22 هذا الشهر فلا وقف لإطلاق النار وسيع المساحة ولا تشكيل حكومة ائتلافية هذا فضلا عن مسألة صلاحيات الرئيس الجمهورية وليس موضوع تنحي الأسد لأنني أعتقد أن مسألة تنحي الأسد هذه باتت خلف جنيف 2 لأن الأزمة تعقدت أكثر بوجود منظمات متطرفة أكثر في البلاد إضافة لتفاقم الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي وما إلى ذلك فليس الأولوية هنا لبقاء أو تنحية بشار الأسد فضلا عن أن جنيف 2 لا يحق له كمؤتمر دولي أن ينحي رئيس جمهورية ولكن كان من المفترض على المؤتمر أن يضع آليات لاختيار رئيس جمهورية بعد الرئيس الأسد وهذا الأمر لا أظن أيضا سيتم التطرق إليه إذن نحن حسب أظن ذاهبون إلى مؤتمر جنيف 2 فاشل بتقديم أي حل للسوريين ولا أظن سيأتي بأي جديد إيجابي وستستمر الأمور على حالها ولكن سينتهى الحديث من جنيف 2 وينقل إلى مسألة نتائج مفاوضات هي لن تكون ذات أهمية لأن الاتلاف كما يعرف الجميع بما في ذلك الأمريكان أنه لا يمتلك الكثير بواقع الميدان لا مدنيا ولا عسكريا ولا قواتا له وبالتالي من السهل جدا على الوفد النظام أن يوقف وفد الاتلاف بمسألة إطلاق النار ويقصيه عن مسألة أي مفاوضات حقيقية يمكن أن تجري بينها سيد لؤي انطلاقا مما تفضلت هذا الكلام المهم وفد الحكومة السورية من سيفاوض في هذه الحالة طالما أن لا تنحي للأسد وباتت خلفنا هذه القضية بالتالي هل سيحاور الدول القوية الدول العالمية أم أنه سيحاور الوفد المعارض وفد المعطيات الآن لا أرى أن هناك مفاوضات حقيقية في جنيف بغض النظر عن مسألة الوفد المعارض لأن الأزمة السورية تعددت أطرافها ولا يمكن اختزالها إلى مسألة النظام والإتلاف فهناك دول باتت أطراف رئيسية في هذه الأزمة كما تحدث السيد كيري اليوم عن أن إيران هي الطرف رئيسي في الأزمة وهي غائبة عن هذا المؤتمر إضافة لأن الولايات المتحدة هي أيضا طرف رئيسي ومركزي في الأزمة فضلا عن الروس وكذلك الأتراك والسعوديين وعدد من الدول الأقليمية فهؤلاء جميعا لن يدخلوا بإطار مفاوضات وهم أطراف رئيسيين في الأزمة هم أطراف أكثر بعضهم أكثر من النظام وأكثر من الإتلاف وبالتالي لا أرى أن هذا المؤتمر يكتسب أي حد من الجدية لا بمسألة المفاوضات ولا بمسألة إيجاد حلول للسوريين ربما يفضي عن بعض الممرات للمنظمات الدولية لتوزيع الإغاثة وما إلى ذلك لكن لا أرى أكثر من ذلك في الولايات المتحدة بالأمس كانت تقول أنها ما زالت تفكر بإمداد بعض المجموعات المسلحة بالسلاح والولايات المتحدة وروسيا ترى أن النظام السوري هو على كامل حق فيما يقوم به لأن معركته هي ضد الإرهاب وليس ضد المعارضين وضد المناويين له على كل حال حدد العنوان الأساسي لافروف بأن محفظ الألقاب طبعا بأن جونيف 2 هو سيكون لمكافحة الإرهاب هذه المسألة مكافحة الإرهاب هو فقط إعطاء شرعية جديدة للنظام السوري ولكن لا يمكن لهذا النظام أن يقوم بمكافحة الإرهاب لوحده أو بالأحرى لا يمكنه أيضا أن يقوم بها بالشكل الذي يعتمده من الصعيد الأمني والعسكري أقول أنه لا يمكنه لوحده لأنه كان أحد أسباب وجود هذه المنظمات فهو لم يستطع أن يحمل بلاد من دخولها إلى كامل المجتمع السوري أو أغلب المجتمع السوري سيد لؤيفي المعلومات الخاصة للميادين أيضا المفاوضات بين الكبار هي في عمقها حول سياسات سوريا الخارجية والدفاعية والأمنية وهوية نظام سوريا والعلاقات مع الدول الأخرى أما التفاصيل الأخرى فهذه ملهات لبعض المعارضين والدول هذا يعني أن مؤتمر جنيف 2 سيكون حول الدور المستقبلي لسوريا ما تعليقك؟ المفترض أن يكون هو كذلك لكنني ضمن المعطيات التي بين أيدينا لم نسمع عن اجتماعات روسية أمريكية خاصة بالوضع السوري هي جميعها بعد أيار الماضي كانت لقاءات بروتوكولية مع السيد الإبراهيمي أو مع الأمم المتحدة أو سواهم من وزراء الخارجية ولكن حقيقة جنيف 2 هو اتفاق روسي أمريكي على مآلات الحكم السوري وفق المنظومة الدولية ووفق المنظومة الإقليمية ولكن لا أعتقد أنهم جلسوا مع بعضهم للبحث بهذا الموضوع ولهذا أنا أجد أن مؤتمر جنيف هذا الذي سيؤقت هو فاشل على هذا الصعيد لأنه ما لم يكن هناك مفاوضات روسية أمريكية تفضي إلى توافقات واضحة ومحددة على المستقبل السوري لا أعتقد أن الأمر هو بيد النظام وبيد الاتلاف وبيد جميع قوى المعارضة أصلا وجميع الأطراف السورية ومن هنا يجب على الولايات المتحدة وروسيا أن تتحمل المسئولية الإنسانية والمسئولية الحقيقية قبل أن يتفاقم الأمر في الملدان الإقليمية كما يحصل الآن في العراق وبعضه أيضا في لبنان وكذلك في مصر وتصبح الدولتان خارجتان عن إمكانية السيطرة على الأزمة في المستقبل أستاذ لؤي بكل الأحوال في معلومات الميادين الخاصة أيضا أن الجلسات التي لم تعقد قلت عنها هي في معلوماتنا الخاصة ستعقد جلسات بعيدة عن الأضواء بين وفود أمريكية وروسية والنظام السوري هذا المفترض أن يكون حتى نذهب إلى الحل حتى نذهب إلى مفتاح الحل لكن إن كانت لدى الميادين معلومات عن أن مثل هذه الجلسات تمت وتم عقدها وتم الاتفاق بها فبالتالي نحن نذهب إلى جنيف 2 لا بد لحل الأزمة السورية في الجلسة الافتتاحية لن يكون هناك أي شيء هذه الجلسات يجب أن تكون خارجة عن وسائل يعني بعيدة عن وسائل الإعلام ويجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة لجميع هذه الدول بمعنى قصد روسيا والولايات المتحدة وكذلك للدولة السورية وليس للنظام السوري لكن أخشى أن هذا الأمر سيعلق على المفاوضات السورية السورية وواصل العراقية السورية ميدانيا في سوريا سجل تقدم لمسلحي تنظيم داعش واستحير ميلة في الرقة آخر معاقل مقاتلي الجبهة الإسلامية ولواء ثوار الرقة وأفيد بمقتل ماهر الجولاني القائد العسكري في لواء أحرار سوريا بنيران التنظيم وفي ريف حلب سيطر مسلح داعش على كامل مدينة الباب من جهة ثانية استعاد الجيش السوري السيطرة على بلدتي زرزور وصبيحية في ريف حلب أيضا مراسلنا محمد الخضر زار منطقة المواجهات في ريف حلب ووفانا بهذه المعلومات هذه المعامل كانت تحت سيطرة مجموعات المعارضة المسلحة هذا الظاهر تحديدا في السورة هو أحد معامل المنظفات المعروفة في هذه المنطقة الصناعية هو معامل رئيسي بجانبه أحد أبراج الاتصالات جرت تقدم كما ذكرنا على مدى حوالي شهرين أو شهرين ونصف حتى توجه يوم أمس بإعلان هذه المنطقة منطقة آمنة وبالتالي سيطرة وحدات الجيش السوري عليها حتى الآن نسمع في الواقع أصوات اشتباكات واشتباكات عنيفة في الأجزاء الشرقية من هذه النقطة هناك عمليات تحديدة في منطقة سيارة لا زالة أو المسلحون الذين غادروا هذه النقاط أو الذين انتهت الاشتباكات معهم غاروا غادروا باتجاه تلك النقاط ما يشير إلى عنف وشدة الاشتباكات في تلك النقاط والتي تظهر ربما صحب دخان أسود في محيط تلة أزرزور نتحدث مثلا عن سوق الغنم كانت فيه معارك عنيفة جدا وسيطرة عليها الجيش السوري أيضا عن بلدة الطيارة وهي تقريبا في الجزء الشرقي من هذه النقطة أيضا كان هناك تل الزرزور الذي هو مقابل لهذه النقطة وبالتالي التقدم يجري من هذه الأجزاء الجنوبية الشرقية باتجاه الشمال طبعا التقدم باتجاه الشمال يعني التقدم تجاه المنطقة الصناعية في الشيخ نجار وبالتالي أولا قطع امدادات من ناحية ثم التقدم باتجاه عمق حلب في حمص قالت وكالة سانا أن 19 شخصا على الأقل قتلوا في قصف بالهاون استهدف حياء الغطى وكرم الشام في المدينة فيما حملت الحكومة السورية المسؤولين أو عفوا المسلحين المسؤولية من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض وقوع هذا القصف إلى ذلك وبرغم كل القذائف التي تنهل على أحيائها فإن رغبة الأهل في استمرار الحياة أقوى والسكان يواصلون حياتهم برغم كل المآسي قذائف الهون أو قذائف الموت كما يسميها الشارع الحمصي الذي اعتادها خلال سيني الأزمة في سوريا يكاد لا يمر يوم على أحياء حمص دون أن تشهد فيه سقوطا لها وبمختلف أنواعها قذائف تزرع الموت العشوائية في المدينة التي قدمت وما زالت تقدم خيرة شبابها وقودا للحرب منهم من يقضي في ساحات المواجهات وآخرون داخل الأحياء الآمنة شيوخ نساء كلنا مرين بالطريق بتجي القذيفة يعني بتروح العالم هيك أنا هي رابع مرة بصالح محلات ورايحنا شهداء ورايحنا إصابات عدد كبير مصادر هذه القذائف غالبا أحياء كحي الوعر وحمص القديمة بحسب مصادر رسمية وتسيطر عليها فصائل متعددة من المعارضة المسلحة على رأسها الجيش الحر وجبهة النصرة حيث يستهدف المسلحون أحياء المدينة أحياء خالية في الإجمال من أي حضور لمقار أمنية أو عسكرية الجيش السوري يكتفي باستهداف مراكز المسلحين داخل أحيائهم ردا على هذه القذائف هنا لا يوجد جيش ولا يوجد عمال ومدنيين ومصفين نحن هنا نشتغل سرابيس الزهرة خط الكورنيش الشرقي نحن الصبح جاينا الصبح فكير تفاجأنا بقذيفة نزلت بالبناء اللي حدنا هون وبقذيفة نزلت بالسربيس والسربيس الكورنيش كان واقف وأنا طالع من البيت ووقعت قذيفة هواهم بالسربيس الإنشاءات عكرمة والزهراء أبرز الأحياء المستهدفة أخيرا بوابل من قذائف تكادلات توقف مخلفة مئات القتل والجرحة برغم هذه الأجواء الملبدة بغيوم الحرب تعايش الأهالي مع أصوات القذائف ولعل الإزدحام المرورية في شوارع المدينة خير دليل على تأقلم الناس هنا مع تبعات الحرب ونعكاساتها أحياء حمص ازدادت مناعة في وجه أدوات القتل اليومي بعد قرابة ثلاثة عوام من الأزمة السورية هذا لسان حال الأهالي هنا جدران إصطناعية خففت القنص لكنها لم تستطع لقوفة في وجه القذائف الصاروخية من مدينة حمص طارق علي الميادين وفي شمال دمشق بدأت رشوص صيانة وتأهيل البناء التحتية في منطقة برزة تمهيدا لعودة الأهالي إليها ذلك بعد التوصل إلى تسوية جنبت المنطقة عملية عسكرية استئناف الحياة في برزة بعد طول القطع الحركة تدب تدريجيا على وقع قوافل الإغاثة والمساعدات الحكومية المدينة تنفض عنها غبار الحرب بعد تسوية أوقفت القتال بين الجيش السوري والمسلحين سيارات البلدية تعمل لإعادة الماء والكهرباء والبناء التحتية عودة كل شيء إلى طبيعته سيستغرق زمنا طويلا قبل انتزاع برزة من كتل الدمار وإعادتها نهائيا إلى الحياة وأهلها تسوية تمت بيننا وبينهم أهم شيء هو إعادة تأهيل البناء التحتية في حجم دمار واسع نتيجة العمال الإرهابية في المنطقة البناء التحتية تتضمن الصرف الصحي تتضمن الهاتف الكهرباء خطوط الكهرباء بالإضافة إلى خطوط المياه إعادة وصل من قطع من تفاصيل الحياة عند أعتاب برزة أولى الخطوات التمهيدية لعودة آلاث نزحوا عنها إثر عملية عسكرية بدأت قبل تسعة أشهر وانتهت بتسوية حقنت المزيد من سبك الدماء والدمار وأعادت تدريجيا بناء جسور التقى بين الطرفين تستعجل الدولة إعادة ربط المناطق التي خرجت عن سيطراتها بإعادة الخدمات من ماء وكهرباء وبنى التحتية إليها لتعزيز حضورها كدولة ولإعادة دمج هذه المناطق بالمناطق الأخرى التي بقيت تحت السيطرة وهي أفضل طريقة لتسريع عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق هذه التسويات وإن كانت لا تلقى إجماعا شاملا لكنها تمضي بنجاح باعتبارها أقل كلفة من الاستمرار في القتال خصوصا في محيط العاصمة دماشق ورغم أن البعض يعتبرها مخاطرة أمنية اليوم في سوريا هناك مجتمع بأكمل ويريد الحل هو الضاغب تذللت هذه العقوبات بأكثر من منطقة على سبيل المثال المعظمي بدأت بشكل أو بآخر ببرزة بدأت بشكل أو بآخر وكثير من المناطق تذللت هذه العقوبات عندما التقت لجان أو قادات من المجموعات الموجودة داخل هذه المناطق مع الدولة بشكل مباشر أو بغير مباشر التسوية بين الجيش السوري والمسلحين في برزة والمعظمية أن اكتملت خطواتها ستعيد آلاف المهجرين بعدما سلموا حياتهم وبصائرهم وبيوتهم للتشرد في مناطق تدفع ثمن موقعها الاستراتيجي على مداخل العاصمة لتكون ربما بداية تسويات محلية أكبر وأوسع تستبق تسويات سياسية غير مؤكدة وإعادة ملايين النازحين إلى مناطقهم ديماناصيف ديماشق الميادين والآن ننتقل إلى حلب ومعنا من هناك مراسل الميادين محمد الخضر محمد ما هي آخر التطورات الميدانية لديك التطورات الميدانية سلمة في الواقع استمرار الاشتباكات وعمليات الجيش السوري بشكل كثيف ومركز في المناطق المحيطة بثلت الزرازير الجيش يريد الاستفادة من هذا الزخم الذي حققه في تلك الاشتباكات وسيطرته الكاملة على منطق الثلت الزرازير والمناطق المحيطة بها جرى الحديث من قادم ميدانين عن أن حجم التقدم كان السيطرة على حوالي 30 كيلو مترا مربعا من الأراضي والمناطق طبعا وهي مناطق أغلب أو أقرب إلى المناطق الصناعية والورش والحرس في هذه المنطقة الجيش اليوم كان لديه عمليات تركزت في محيط في بعض القرى والبلدات في محيط الاسبيرة كانت إلى الشرق من تلت الزرازير في منطقة التيارة وأيضا هناك على ما يبدو زخم كبير يريد الاستفادة منه في العمليات المقبلة وفي مناطق وقطعات واسعة من هذه الجبهة الممتدة في ريف حلب محمد الخضر مراسل الميدين كنت معنا من حلب شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات رفض رئيس الوزراء العراقي نور الملك أي حوار مع الإرهاب هكذا جاء رد الملك على الدعوات إلى الحوار لوقف العمليات العسكرية ضد القاعدة في الأنبار وذلك خلال محادثته مع الأمين العام للأمم المتحدة بنكيمون في بغداد وأكثر من ذلك فأن دور العشائر والصحوات بات أساسيا ولسيما أن الولايات المتحدة أعطت دفعا جديدا لهذا الدور عبر اتصال هاتفي من الخارجية الأمريكية بزعيم صحوات العراق أحمد أبو ريشا جرى فيه تأكيد دعم الرئيس أوباما للصحوات والعشائر وبموازات الحراك السياسي يستمر الجيش العراقي في ملاحقة عناصر القاعدة وقادته في الأنبار ما يجري في الأنبار نقول شيء جيد أنه وحد العراقيين وقال لكل المختلفين فيما بينهم أنكم أمام القاعدة لذلك اليوم لا يوجد شيء اسمه حوار لأن الحوار مع من؟ مع القاعدة لا نحاول القاعدة اليوم القرار الوطني العراقي هو إنهاء القاعدة أزمة محافظة الأنبار وانتشار داعش وخطورة عكاس ذلك على المنطقة دعم العشائر وفتح ملف المصالحة الوطنية أبرز بنود أجندة الأمين العام للأمم المتحدة بانك كيمون في زيارته بغداد كيمون التقى رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس البرلمان أسامة نجيفي وقدم وجهة نظر أممية واضحة حيال أزمة الأنبار أي عمل يؤدي لمقتل الأطفال والنساء هو إرهاب من المهم في هذا الوقت لكل القادة في العراق الوقوف ضد الإرهاب كما نجد أن الانتخابات القادمة فرصة للجميع إذا كانت هناك صعوبات متوقعة أمام مؤتمر جنيب نقول نعم ولكن البديل لا يوجد غير جنيب والمسار السلمي الأزمة السورية لم تكن بعيدة عن مباحثات بانك كيمون والمسؤولين العراقيين فكما يحمل جدول أعمال الرجل زيارة لمخيمات اللاجئين السوريين في كردستان العراق تقاطع مع رؤية العراق بضرورة حضور الفاعلين من دول الإقليم في مؤتمر جنيب 2 ناحية مهمة في هذه الزيارة هي كيفية تفعيل المشاركة السياسية لكل الأطراف العراقية المؤمن المتحدة لا تستطيع أن تلعب أكثر من ما توصي الأطراف العراقية بأن تفعل المصالحة الوطنية زيارة تومون سبقتها زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بريت ماكورك الذي أبلغ من اجتمع بهم من رموز الأنبار ضرورة التخطيط لعزل داعش وغيرها وطردهم خارج الفلوجة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالمدينة ظروف قدرتها بغداد ولم تقتحم أحياء من الفلوجة حتى الآن لكنها وضعت موقفها الرسمي من الأزمة أمام الأمم المتحدة وهي تدرك أن أمينها العام يبحث عن تهديئة في العراق تنعكس في الجوار الإقليمي قبيل جنيف 2 عبدالله بدران بغداد الميادين إذنيا أعلن الجيش العراقي مقتلى ثمانية من عناصر القاعدة وتدمير أحد مراكزه خلال اشتباكات في منطقة البفراج شرق الرمادي بمحافظة الأنبار وأطلقت قوات الأمن بدعم جوي ومشاركة رجال العشائر حملة وسعة النطاق لملاحقة المسلحين وفتح الطريق لقوافل المساعدات شرقية الرمادي أيضا شملت مناطق الخالدية والبوبالي والزراعة إضافة إلى حي الملعب السلام عليكم فيما كانت دعم الدولي للعراق في محاربة الإرهاب حاضرا في بغداد ومتمثلا ببانكيمون بشرت القوات الأمنية العراقية وأبناء العشائر في محافظة الأنبار حملة أمنية واسعة هدفها ملاحقة التنظيمات المسلحة وداعش الذي ينتشر في مناطق الخالدية وجزيرة الخالدية ومنطقة البوبالي والزراعة وحي الملعب شرقي الرمادي العملية الواسعة تجري تحت غطاء من المروحيات العسكرية إضافة إلى فتح منفذ لدخول قوافل المساعدات إلى سكان تلك المناطق والسماح أيضا بخروج العوائل من مناطق الاشتباكات طائرات تكتيكية متطورة من دون طيار ساهمت في كشف نقاط وجود المسلحين وقتلت 25 قناصا المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الإرهاب سمير الشويلي أكد أن قوة من الجهاز تمكنت من تطيير مبنى الأمن العام في الرمادي بعد استخدام هذه الطائرات التي تحمل منظومة من الكاميرات المتلفزة الحرارية والليلية السلام عليكم أعلن رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشا تلقيه اتصالا من وزارة الخارجية الأمريكية أبلغته فيه دعم واشنطن عشائر الأنبار في حربها ضد التنظيمات الإرهابية في مناطق غربي العراق أبو ريشا أكد أن مسؤولا أمريكيا نقل إليه موقفا للرئيس باراك أوباما أعرب فيه عن استعداده لدعم عشائر الأنبار في حربها على التنظيمات الإرهابية والقاعدة هذا وقد كشف مجلس محافظة الأنبار عن مجود مبادرة جدية لعودة الشرطة المحلية لتسلم الملف الأمني في الفلوجة ومن بغداد ينضم إلينا الدكتور علي شلاه رئيس لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان العراقي أهلا بك دكتور شلاه كيف يفهم هذا الدعم الأمريكي من أوباما شخصيا إلى الأنبار وإلى العشائر فيها هل هو في سياق الدعم للحكومة حكومة المالكي التي سمعنا بها منذ فترة شكرا سيدتي مساء المصرة هذا الدعم جزء أساسي من عملية دعم الحكومة العراقية كما تعلمون الإدارة الأمريكية عبرت أكثر من مرة عن دعمها لرئيس المالكي في حربه على داعش وأرسلت تعزيزات وربما عجلت بصفقات أسلحة لتؤكد هذا الدعم الاتصال بأبو ريشة أحرج الأطراف التي حاولت أن تقف على التل أو حاولت أن تبين موقفا سياسيا بعيدا عن محاربة داعش كأعظام متحدون ومن هنا أنا أعتقد أن هذه الاتصالات مع بياني الأمم المتحدة والجامعة العربية على تأخره أثرت كثيرا في الشأن الداخلي العراقي خصوصا فيما يتعلق بفرز المواقف السياسية وأعطت حكومة المالكي دعما كبيرا يعني لم يتوهم الآخرون أن يحصل أبدا دكتور علي يعني طبيعة هذا الدعم هل هو دعم معنوي كموقف فقط أم أنه هو سيتمثل في الدعم المادي لعشائر الأنبار يعني الإدارة الأمريكية لها علاقات وطيدة بعشائر الأنبار لا أستطيع أن نقول أن الدعم المادي ولا أستطيع أيضا أن لا يوجد دعم المادي لأن هناك علاقة قديمة بين الطرفين وسبق لعشائر الأنبار أن تضامنت مع القوات الأمريكية في الحرب على القاعدة وهذه الأماكن التي نسمع بها اليوم سبق وانسمع بها في المواجهات عندما كانت حكومة الدكتور أياد علاوي والإدارة الأمريكية في الحرب تضامنوا بشكل كبير مع العشائر وحتى دخلوا مدينة الفلوجة بعملية عسكرية واسعة النطاق وهو الأمر الذي يتجنبه الرئيس المالك اليوم في رؤية أعتقد أنها صحيحة في إعطاء فرصة لأبناء العشائر في أن يعزلوا داعش وأيضا يتم القضاء على داعش وهي منفصلة غير محتمية ومتدرعة بالمدنيين هل يستطيعوا فعلا العشائر وهل لديهم الإمكانيات حتى يتم القضاء نهائيا على داعش واليوم مجلس محافظة الأنبار يتحدث عن وجود مبادرة جدية مفادها لعودة الشرطة المحلية لتسلم الملف الأمني يعني ما تفضلت به عن رؤية مجلس محافظة الأنبار لو سميها مبادرة هذا أمر التفق عليه مع رئيس المالكي وأبلغت القوات المسلحة العراقية بعادة تسليح الشرطة المحلية التي تركت مواقعها وأن تدعم بطرق مختلفة من قبل قوات المسلحة ربما جوا وأحيانا بأمور لوجستية إذ أن عدد غير قليل من القوات العراقية تقف على مداخل المدن وتساعد قوات الشرطة المحلية وقوات العشائر التي تحارب داعش أعتقد أن الرؤية الحقيقية لما يحصل اليوم هي مبنية على خلاف عشائري هناك بعض العشائر تتحسس من زعامة الشيخ أبو ريشة وهذا هو جزء من المشكلة وهي تريد مقاتلة داعش لكن ليست تحت زعامة أبو ريشة والحكومة العراقية تصرفت بحكمة ولذلك جعلت المرجعية هي الجيش والجيش يدعم كل الأطراف وهو الذي ينسق الأمور لكن هناك أيضا محاولات لبعض دول الإقليم في دعم داعش لكنها فوجئت بوجود قطع جوية عراقية تلاحق هذه القطاعات في الصحراء وتمنع امدادها بمجاهدين بين قوسين قادمين من المغرب العربي ومن العربية السعودية وحتى من الشيشان طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ هل ستحسم معركة الأنبار وخصوصا الفلوجة في القريب العاجل؟ سيدتي معركة الأنبار على شقين شق المدن وشق الصحراء شق الصحراء مستمر وشق المدن في الأنبار والفلوجة في الأنبار حسم إلى حد 90% وشق الفلوجة بدأت يعني عملية عزل المواقف تتضح الخارجون من الفلوجة من المواطنين استقبلوا في كل المحافظات العراقية وكان موقف حكومة كربلا المقدسة موقف استثنائي حيث فتحت مدن الزائرين لاستضافة عوائل الفلوجة في رد على الطائفيين وهذا الرد مهم وأيضا القطاعات العسكرية العراقية جوا وبرا تلاحق عدد غير قليل من الإرهابيين في المحافظات الأخرى من الموصل إلى صلاح الدين إلى ديالة ويلاحظ سيدتي أيضا انخفاض كبير في قدرة داعش والقاعدة على الضرب داخل العاصمة بغداد فمنذ أكثر من أسبوعين لم يستطيعوا أن يكرروا أي سيارة مفخخة وهذا الأمر يجعل ستراتيجية القوات العراقية هو التركيز على الصحراء وعلى محيطات المدن ومنع أي عبور لأي إرهابي إلى العاصمة بغداد حسيمتها في الأنبار فقط للتذكير والجيش العراقي لن يدخل إلى الأنبار بالعودة إلى الآخر التطورات السياسية وإلى الفلوجة ماذا يفعل بنكيمون في العراق؟ ماذا يحمل الرجل؟ شكرا سيدتي في الساعة الثانية والربع تماما انتهت المباحثات بين الرئيس المالكي والسيد كيمون وأنا كنت موجود في دعوة الغداء التي يقيمت على شرفه الحوار جرى في الشأن الغالي في الشأن السوري وكان هناك تبادل وجهة نظر عما حصل ويحصل في سوريا وعن الرؤية العراقية التي كانت من البداية تقول بمنع التدخلات في سوريا هناك اطلاع دقيق الرئيس المالكي أطلع الضيف الأمم الكبير على تحركات الجانب العراقي في دعف عمليات الإرهاب عن المدن ومراكز المدن وشرح له استراتيجية العراقية في هذا الشأن كذلك جرى حديث سياسي موسع وكما تعلمون لدينا حالة من الإحباط من تصرف سيد رئيس مجلس النواب وكتلة متحدون الذين لم يكتفوا بالوقوف على التل بل كان موقفهم مترددا وربما فسر على أنه محاولة تسكية لداعش والقول بأن الجيش العراقي يحارب جزءا من شعبه في حين أن العالم كله يقول أن هناك مجرمين من داعش يسيطرون على مركز المدينة وأن هناك مجرمين اسمه عبدالله الجنابي بويع يوم الجمعة قبل الماضية أميرا للمجرمين في الفلوجة وما إلى ذلك هذا الأسف كان غيب ولم يستطع نواب متحدون أن يعبروا ولو بجملة واحدة عن حقيقة مشاعرهم خوفا من الانتخابات القادمة سيد علي أفهم من كلامك أنه بانكيمون جاء متوسطا لحل الأزمة الداخلية العراقية أم أنه حاملا لرسائل ما أم أنه ناصحا فقط لا سيد كيمون جاء مؤكدا الدعم الأممي للعراق بالدرجة الأساس وهذا ما قاله هو بنفسه في المتمر الصحفي ثم جرى حوار عن الشأن الداخل العراقي أنا أعتقد أن هناك اليوم ما يمكن تسميته بنجاح كبير للدبلوماسية العراقية ولحكومة الرئيس المالكي في إقناع العالم وفي أحراج العرب الذين أصدروا بيانا خجولا بعد البيان الأممي في دعم العراق ولذلك بعض الأطراف العراقية تبحث عن حفظ ما أوجه أقولها بصراحة لكي تعود إلى البرلمان وإلى العملية السياسية ويعني حفظ ما الوجه هذا لم يتوفر أبدا في الأيام الأخيرة حتى مع سيل المبادرات كان الموقف كالتالي لا مبادرات مع وجود داعش في المدن المبادرات حوارات سياسية بعد الانتصار على داعش ولذلك أعتقد مجيس سيد بانكيمون سيوفر للسيد النجيفي ولباقي أعظام المتحدون ربما أن يقولوا أنهم عادوا بناء على دعوة دولية ما دامت هذه الدعوة لم تتوفر من أي طرف عراقي ربما حتى مبادرة السيد عمار الحكيم لم تستقبل بحفاوة من الرئيس المالكي ومنها في دولة القانون لماذا برأيك؟ ولا من جماهير واسعة من الشعب العراقي لأنها سيدتي أعطت انطباعا خاطئا نحن اليوم ليسنا في وارد قطيعة حوار حتى نتحاور نحن نتحاور كل يوم مع الأطراف السياسية الأخرى وفي الأنبار توجد داعش وداعش تقول بقتل المسلمين الشيعة لأنهم كفار والمسلمين السنة لأنهم مرتدون يتعاملون مع حكوماتهم وما ندري مع من نتحدث ولماذا نتحدث ولذلك أعطت انطباعا بأن هناك ربما خلافا في وجهة النظر على حرب داعش في حين هذا الخلاف غير موجود وهناك جماع وطني عراقي على دعم الجيش العراقي ولذلك كان الرأي السائد أن الحوار في هذه الأمور يجري بعد القضاء التام على داعش في مراكز المدن على الأقل ولربما أكثر أنه لإحراج المالك قبيل الانتخابات بكل أحوال شكرا جزيلا لك الدكتور علي أشله رئيس لجنة الآلام والثقافة في البرلمان العلاقي كنت معنا من بغداد وصف نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون اجتماع الكتل الكردستانية مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ونائبه حسين الشهرستاني بالجيد والمثمر وأشار إلى أن الاجتماع أكد ضرورة حل الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل وكان المالكي قد هدد بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية إلى إقليم كردستان إذا سعى الكرد لتصدير النفط إلى تركيا من دون موافقة بغداد أنجزت وزارة المالية العراقية مسودة مشروع موازنة العام الجاري وعرضتها على لجنة المزارية المختصة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي مطالبة بخفض العجز فيها واتخذت وزارة المالية قرارا بتأجيل إقرار الموازنة البلغة 147 مليار دولار بناء على طلب من إقليم كردستان لإيجاد حلول للتصدير النفطي العراق يطلق استثمارات جديدة في قطاع النفط والغاز مع تحقيق جولة ترخيص النفطية الأربعة في الأعوام الماضية نتائج مثمرة في مجال النفط والغاز تعتزم وزارة النفط إطلاق جولة أخرى وخاصة في حقل ناصرية ويد العراق خطط طموحة في ملف الغاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى بلد مصدر وليكون لديه كميات جيدة من الغاز بعد عام 2017 الكميات المنتجة من الغاز حاليا تبلغ أربعة ألاف مليون قدم مكعب قياسي وهي لا تلبي حاجة البلد من الطاقة الكهربائية بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين شهرستاني مع شركة كورية جنوبية أهم الأعمال والمشاريع التي تنفذها في العراق في مجال النفط والغاز والكهرباء والمشاريع الاستثمارية المخطط لها من قبل الحكومة العراقية شهرستاني شجع الشركة على تطوير عملها في العراق وعلى بناء قاعدة صناعية لإنتاج بعض معداتها مثمنا اهتمام شركة الكورية بالعمل الجاد في البلاد وفي كافة المجالات أعلنت بزارة التخطيط وتعاون الإنمائي ارتفاعا في مؤشر تضخم السنوي للعام الماضي إلى 3% الجهاز المركزي للإحصاء التابع لبزارة التخطيط أشار إلى أن ارتفاع أسهم في رفع أسعار بعض المواد الغبائية التي بلغت 6% على مستوى العراق وأسعار السكن بنسبة 3% العراق يفعل عمل صندوق إقراض مشاريع الثروة الحيوانية تنمية وتطوير أليات القروض التي سبق المستفدين المطالبة بها بوشر العمل بها وفق أليات جديدة تذهب بالقروض باتجاه تنمية الإنتاج المدير العام المصرف الزراعي محمد هادي الخفاجي أكد تقديم القروض إلى أصحاب المشاريع الذين يقدمون طلبات لتوسيع مشاريعهم أو لإنشاء مشاريع جديدة قيمة القروض التي قدمها المصرف تجاوزت 250 مليار دينار منذ عام 2008 إلى أخبار سوريا حيث كشف حاكم المصرف المركزي أديب ميال أن جبهات للضغط على ليرة سورية قد فتحت من جديد في محاولة للنيل من الاقتصاد الوطني وأكد أن المصرف سوف يتخذ إجراءات حاسمة جدا لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف وبعد تراجع سعر صرف الليرة مقابل دولار في الأيام القليلة الماضية وجه ميال دعوة إلى مؤسسات الصرافة لعقد اجتماع فوري لمناقشة التطورات والإجراءات المقترحة بهدف إعادة سعر صرف الليرة إلى مستوياته المتوازنة أقرت الحكومة الأردنية حزمة إجراءات لجذب المستثمرين السوريين إلى المملكة وسمحت الحكومة الأردنية باستقبام العملة السورية الماهرة بنسبة راوحت بين 30 و60% للمناطق الصناعية الواقعة في الأطراف وخارج مراكز المحافظات كذلك سمحت بتمديد إقامة المركبات العائدة إلى شركات ومستثمرين سوريين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة